مع الدكتور محمد الزلفة دكتور كنا نتحدث عن القضية المثارة التي جاءت ذيولا للمقترح الذي تقدمت به المجلس الشرع السعودي لإقرار قيادة المرأة للسيارة أنت تقول أنني قلت ادرس هذا الموضوع ولم أقل روح ولم أفتح مكتب في مجلس الشرع وهذا واضح في نهاية الفقرة السابقة كنت تقول أن هناك إشكالية في ثقافة الخوف عشان ما نصير خايفي من ثقافة الخوف وخليك ترجع التكلمة نعم أنا أقول أن بكل أسف لدينا من يجعل نفسه هو الوحيد الذي يقول ما يشاء في جوان محينة من حياة الأمة من هو هذا لك؟ ولكي يكون ذلك يصدر ثقافة الخوف من أجل إخافة الآخر لكي لا يتحدث إليه لا يسأله لا يناقشه دخلنا بالغازي دكتور علمنا منه اللي يسوي زي كده أنا أتصور أن هذا رجل سيء أريد أن نعرف منه بصراحة يعني بكل أسف أصبحت منظومة ثقافية موجودة ترعاها فيئة ثم ترعاها إلى حد ما مؤسسات أصبحنا مثلا أنا أستاذ جامعة سابق وتعرضنا لثقافة الخوف في الجامعة نفسها من كان يخوفكم؟ من سرايا من سرايا مصدر لثقافة الخوف موجودين حتى في الجامعات وفي الفصول وفي كذا يعني يرصدون على كل أستاذ جامعة ماذا يقول أحيانا تقصد المتدينين خلاص الله؟ بكل وضوح أنا أعتقد أنه أن المغالين والمتزمتين الذين حتى أختطفوا خطابنا الديني أنهم هم الذين أرادوا أن يختطفوا كل شيء ومن فلسفتهم تغييب العقل قدر الإمكان لأن العقل يقود للتساؤل ثم يقود للتفكير وهذا الذي يريدونه يريدون خطابه واحد يرسل والباقي يتنقى طيب أنت يا دكتور عشان ما نطيل في هذه القصة ما في قصتنا تتحدث عن مسألة قيادة المرأة للسيارة أن تقول في أكثر من تصريح للصحف بأن الموضوع موضوع اجتماعي وليس موضوع ديني بينما هنا فتوى من كبار العلماء في السعودية وبعدين تقول أنه في علماء أيدوني بس ما يقولون منهم العلماء اللي أيدوك بس ما يقولون لأنه حنا ما شفنا إلا ناس ترد عليك شفنا علماء ردوا عليك بالصحف شفنا ناس ردوا عليك في الإنترنت شفنا ناس شفنا اللي ضدك كثير ما شفنا العلماء اللي أيدوني أنا ما أدري من أين استقيت هذا المعلوم بأنه قلت أن هناك علماء أيدوني أنا أعتقد أن معظم العلماء لديهم إجماع بأن قيادة المرأة للسيارة ليس فيها أي شيء من التحريم كفكرة من حيث المبدأ قيادة المرأة للسيارة هل تقعد تفكك الفتوى تقول أن الفتوى المنع فيها ليس لسبب التحريم نعم إنما لسبب المفسدة أنا قلت المفسدة حصلت وتحصل وقائمة وستستمر إذا ما عدنا المسار وما عدنا المسار بماذا أن نعمل دراسة يشترك فيها المفسدة الآن من اللي قدرها فهمك أنت يا دكتور أنا أعتقد وأنت مختص بالتاريخ أو المشايخ أنا أعتقد أن هذه أصبحت مشكلة اجتماعية لا 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 علاقة لها بالتحريم والتحليل ومثل ما قال سمو الأيمير نايف كأخر تصريح وأول تصريح بعد هذه القضية إن القضية قضية اجتماعية إذن القضية كلنا نشترك فيها مدام من جانب التحليل والتحريم لم يعد ممكن لم يعد يعني للتذكير تصريح الأيمير نايف قال فيه أن الدولة ليس له علاقة بهذا الموضوع والمسألة المجتمع هو الذي يقر قيادة المرأة للسيارة أو لا نعم ونعتقد أنا الذي أدعو إليه دعو هذا المجتمع يقول كلمته دعو هذا المجتمع يتجاوب مع من يريد أن يعمل الدراسة دعو هذا المجتمع يشارك في وضع الدراسة من خلال مؤسسات الأكاديمية ومن خلال رجالات جميل أنت قبل ما ندخل الستوديو نصور تقول لي أن تلفوني لا يتوقف رنين نعم ألا تعتقد أن هؤلاء الذين يتصلون بك ومعظمهم يرفضون الفكرة التي تقدمت فيها يقولون كلمتهم في الملسمة الذين يتصلون بي وهم كثر ولكن لا يخلو أيضا من الجانب الآخر وهم قلة ولكن مؤثرة قلة استطاعت تكسر حاجز الخوف لتعبر عن رأيها مشكلتنا في هذا المجتمع أن لا أحد يستطيع أن يعبر عن رأيها بوضوح أنا متأكد أن الكثير يريدون أن يعبروا عن رأيهم ولكنهم تربوا في ظل ثقافة الخوف فلا يستطيعون أن يقولون أمة مهزومة في الداخل لا أتوقع لها أملا في المستقبل علينا أن نحارب ثقافة الخوف المزروعة في قلوبنا لكن الكلمون يعترضون تعتقد المتأثرين لثقافة الخوف لأنهم هؤلاء ضحايا ثقافة واحدة ضحايا خطاب واحد ضحايا كتاب واحد دراسة واحد يا دكتور ما يصير يعني كل واحد يأيد كي يصير ضحايا لخطاب لا 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 أنا أقول دعونا نعمل الدراسة دعونا سيتحدثون رجال ونساء في هذا الموضوع يعني قصتك لماذا خايفين أنتم من القصة نعم أنا أقول لماذا خايفين لماذا يكون الذين على مدى فترة طويلة وهم الذين يقولون لنا ما نفعل وما لا نفعل هم الذين الآن يقولون أستمروا اسمعونها ولا تسمعونها أحدهم غيرنا هذا خطأ ما دام القضية ليس فيها تجنبها الآن لم نعمل ولم ندعو إلى أي عمل يخالف نصم في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في ما أجمع عليه علماء الأمة الثقاء أما كل من جاء ليفتي ويقول وكذا فهاهم أفتوا بالإرهاب أفتوا بثقافة الإرهاب لا بس دكتور لدينا فتوى هي تكبر العلماء ما لا علاقة بالإرهاب وله بكل منها أنا أقول لك بس هل أنت تقول الوضع تغير أنا أنا أقول أن المفسدة التي أراد علماء هذه الأمة من خلال هذا الفتوى أنها أصبحت ماثلة بحاجة إلى معالجة طيب أسألتك سؤال ولا يمكن أنا فتوى